السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشرح رقم 20 من دورة تعلم لغة PHP وفي هذا الشرح ان شاء الله سنتعرف على مفاومين جديدين الكونتيني والبريك الكونتيني يعني تجاول وهي تستخدم مع الكونتيني ستزمانس كذلك البيك تستخدم مع الكونتيني ستزمانس والبريك تعني توقف وخرج سنعطي مثال بسيط حتى تفهموا الكونتيني والبريك هنا سأقوم بوضع حلقة التكرار A يساوي صفر ثم هنا نقطة فاصلة ثم هنا يكون أسغل من 10 مثلا ثم نقطة فاصلة ثم في كل مرة E سيتم إضافة له واحد بهذا الشكل سنقوم بفتح البلوك وصل هنا سأقوم بالوضع وضع حلقة بالكامل في هذا الشكل F حين يعني يساوي ال I أركز معنا جيدا حين يساوي مثلا خمسة حين يساوي خمسة قم بتنفيذ ال continue يجب ان تكون جميل حروف بعد الشكل ثم هنا نقطع فاصلة بعد الشكل ثم بعدها يقوم هنا بطباعة echo يعني قيمة E هنا سيقوم بطباعة قيمة E بالشكل قيمة E نقطع فاصلة مثلا هنا سيقوم بوضع هكذا هذا المس جيد اول شي سيقوم بتنفيد الفور يعني E يساوي في الاول قيمة E هي الصفر اذا اصغر من 10 اذا نتحقق الشرط يقوم بالذهب الى ما بداخل الفور بداخل الفور لدينا شرط هل E يساوي 5 لان E يساوي الصفر اذا لن هذا الشرط يعني غير محقق اذا سيتزاوزه وسيقوم هنا بطباعة قيمة E ويقوم بوضع هذه العلامات ثم سيبدأ من جديد واحد اثنين ثلاثة اربعة لكن حين يصل الى E يساوي 5 اذا تحقق الشرط الكونتوني يعني انه سيتجهل اي شيء وراء هذه الكونتوني يعني لان يقوم بتنفيد هذا الكود وسيقوم باعادة الكارمين جديد وسيقوم بالذهب الى ستة مباشرة يعني دعونا نقوم بالتغطة الاران حتى لا اعرف لماذا يجب ان اقوم بالتجيل دائما دعونا نقوم هنا بالتجيل مجددا اوكي اران اوكي ركزوا معي جيدا هنا قام بتبعة صفر واحد اثنين ثلاثة اربعة لكنه لم يقوم بتبعة خمسة وقام بتبعة ستة مباشرة لماذا لانه قلت له حين يساوي الى خمسة تجاهل كل شيء يعني سيتجاهل الايكو ولن يقوم بتبعة الخمسة مثلا اذا قمت هنا باعطائه مثلا تسعة سيقوم بتجاهل تسعة وسيقوم بالمرور الى عشرة مباشرة هنا سنقوم هنا بوضع اكبر او يساوي حتى يقوم باتبعة العشرة اوكي يعني تجاهل التسعة وقام بتذهب الى العشرة مباشرة يعني هذا وضع تجاهل يعني تجاهل ما وراءها اوكي عكس البرك اوكي ركزوا معي في البرك مثلا اذا قمت هنا بوضع ثلاثة وقمت بتغييل البرك او قمت بالضغط ركزوا معي جيدا صفر واحد اثنين لكن حين وصل قيمة الايو ساوي ثلاثة قام بالخروج من كل شيء يعني الخروج من الكود نهائيا ليس عكس البركز يتجاهل ويقوم باكمال الكود او تنفيذ الكود مرة اخرى لكن البركز يعني خروج كما تعلم حين وصل الى ثلاثة قام بالخروج هذا هو العكس الفرق بين البركز وتستخدم في بعض الحالات الى اللقاء اشتركوا في القناة